افتتحت مدرية الأوقاف بمحافظة الضميات اليوم 12 مسجداً ضمن خطة افتتاحات وتطوير المساجد ويصل بذلك إجمالي عدد المساجد الجديدة التي تم افتتاحها في ضميات مؤخراً إلى 43 مسجداً وقام رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب أسامة العبد يرافقه مدير عام أوقاف ضميات محمد سلامة بافتتاح مسجد المدينة المنورة بضميات الجديدة الذي بني على أكثر من ألف متر مربع نحن اليوم في افتتاح مسجد من مساجد الله في مدينة ضميات الجديدة وهذا المسجد وهذا الصرح بني بأيدي أهل الخير نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد في غضون شهرين فتحت وزارة الأوقاف في جميع محافظات مصر أكثر من 600 مسجد ونحن اليوم في مدينة ضميات وأخص بالذكر مدينة ضميات الجديدة نفتتح فيها أربع مساجد